موسيقى لا بد أن نذكر بأن هذه الفعاليات تلتأم للعكوف على استبانة آليات إدماج النزلاء في ظل الرؤية التنموية الجديدة وتجلية هذه الآليات وظيفيا قصد تملكها فإعمالها بعد ذلك في أفق تقويم هذا الإعمال المعادلة أول معطن أول متغير ثقيل فيها هو الإنسان النزلاء النزلاء والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج قد عكفت على استقراء كل الشرائح المكونة لهذه الفئة التي نسميها النزلاء فوهم تجمعهم هذه التسمية فإنهم يتميزون حسب شرائح حسب فئات وحسب ما قد جاء بهم إلى هذه المؤسسة التي تعنى بإعادة الإدماج فإذن هناك دراسات هي بمثابة الجانب غير المرئي من جبل الجليل والتي قد أدت إلى طرح هذا السؤال فالنزلات والنزلاء هم المتغير الأثقل في هذه المعادلة طبيعة الحال هناك الإدماج باعتباره نشاطاً إعادة الإدماج ليس أمراً ميكانيكياً وإنما هو أمر يتم من خلال كل الأبعاد المكونة لهذا الإنسان البعد الأول المتصل بالجانب الوجودي إكزيستانسيال البعد الثاني المتصل بالجانب الفكري البعد الثالث المتصل بالجانب الوجداني والنفسي لهذا الإنسان البعد الرابع المتصل بالجانب الاجتماعي في تجليته المحلية ثم الاجتماعي في تجليته الكونية ثم أيضا الأبعاد المتصلة بالمادة والتحكم والتدبير والإعمال لهذه الأمور وذلك من خلال كل مناشط التكوين المهني التي تتم في إطار هذه الإدارة المباركة عندنا أيضا متغير آخر هو المجتمع الذي نريد أن نعد هؤلاء النزلاء والنزيلات لإعادة الاندماج فيه لابد من استبانة حاجيات هذا المجتمع ومن هنا الرؤية التنموية الجديدة باعتبارها جهدا مباركا قد بدل لاستبانة هذه الحاجيات قصد أن نكون قاديات وقادرين على أن نعد هذه المشاريع الإدماجية بالشكل الذي تستجيب معه لحاجيات هذا المجتمع الذي نريد أن ندمج فيه فليست القضية سبهللة ثم هذه الرؤية النموذجية التي تحكم هذه العملية الإدماجية في إطار هذا الذي نعكف عليه من خلال استبانة الآليات المخصوصة التي يمكن أن تسعف في إدماج النزلاء في ظل هذه الرؤية ثم ما هي الموارد البشرية التي ستستطيع بلورة هذه الآليات تملكها فإعمالها من أجل هذا الإدماج لأن نزلاء في إطار هذه الرؤية التنموية الجديدة لنفع مجتمعهم ما هي الموارد اللوجستيكية التي لا بد منها ومن استحضارها من أجل بلورة المخطط الذي فيه إعمال هذه الآليات الاستراتيجيات الشريعات التنظيمات التعينات التمكينات فالتنزيلات التي تمكن من كل ذلك فالتقويمات والجويدات لهذه العملية فالمسألة مسألة صيرورة وليست مسألة استاتيكية ثابتة في الزمن طبيعة الحال هيئة أركان المنذوبية المؤهلة والتي كانت لحضوات وكان لشرف التعامل المباشر معها أرادت أن تستبين من خلال استحضار تركيب هذه الإشكالات أن تستبين ما هي الآليات التي يمكن أن تبلور تجلى فتتملك للقيام بهذه العملية طبيعة الحال وإن كانت هناك طاقات داخل المنذوبية فإن المنذوبية ما فتأت منفتحة على الموارد وعلى الأطر وعلى الطاقات المجتمعية التي لا يجوز أن نسميها خارجية ولكن من ناحية الوظيفية نسميها كذلك من أجل أن يتم الوصول إلى الوعي بهذه الآليات وجعلها تتحرك بطريقة مسنفنة كما في السنفونية العامة لا يمكن أن نترك لكل آلة حرية أداء كما اتفق وإنما هناك سنفونية تكتب وهناك مجزوآت تعطى لكل عازفة وعازف حتى لا تكون عندنا الكاكوفونية وإنما تكون عندنا سنفونية فيها كل هذا التناسق من أجل الوصول إلى هذه الغازة حلم هذه الدورة التاسعة هو أن تستحضر كل هذه الجوانب أن تتملك هذه الآليات ثم يكون بعد ذلك الشروع في عمليات التنزيل بطبيعة الحال أريد أن أختم بأن هذه الأمور كلها بفضل الله تعالى قد تمت الإحاطة بجانب كبير منها في إطار الرؤية التنموية الجديدة فنحن عندنا رفد وعندنا متكأ في غاية الجود وغاية الضفاء يمكن أن يتم الاستمداد منه ختاما أتمنى لفعالية هذه الدورة التاسعة كاملة التوفيق والنجاعة والوظيفية والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة